السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن ميزة جديدة في موبايلات سامسونج لاكسي اتناشر وموبايلات سامسونج لاكسي بشكل عام. بنيجي هنا عند خيارات المطور اللي موجودة في الاعدادات بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بننزل هنا لحد ما بنيجي نلاقي حاجة اسمها خيارات المطور. طبعا خيارات المطور دي لمش متفعالة معك بتيجي هنا عند حول الهاتف. وبعد كده بتجيب معلومات البرنامج. وبتيجي عند رقم الاصدار وبتضغط عليه كزا ضغطة بالشكل ده. سبع ضغطات لحد ما بيزهر معك برة في الاعدادات خيارات المطور اللي هي موجودة بالشكل ده تحت. نقط عليها بالشكل ده. في طبعا مميزات مخفية فيها فبنيجي هنا عند لو عايزين نسرع الواي فاي بتخليه سريع معنا بشكل ملحوظ واتصل تلقائي بالواي فاي اول ما تدخل البيت بتيجي هنا عند الشبكات بالشكل ده. زي ما احنا شايفين. بنيجي هنا بنلاقي حاجة اسمها تفعيل تسجيل الواي فاي بيربوس. بنضغط عليه بالشكل ده. فكده بيسرع الواي فاي معك بشكل ملحوظ جدا. يعني مسلا لو انت حد الروتر في مكان بعيد والموبايل مش بيلقط الشبكة كويس. فبتشغل الخيار دوت فبيشتغل معك كويس جدا. واما الخيار التاني هو تسريع الاجهزة للتواصيل ده بنفعله بالشكل ده. فده بيخلي الموبايل بيتصل بالواي فاي تلقائي بشكل سريع. دي كان اول ميزة مخفية في اخيارات المطور لاجهزة سامسونج تاني ميزة موجودة معنا وهي تسريع الاجهزة اه او تسريع بتاع الموبايل بتاعك. بتيجي هنا عند حجم الرسوم المتحركة للنقل بالشكل ده. طبعا هو بيكون اه واحد انت ممكن تخليه نص بالشكل دوت. وطول مدة الرسوم المتحركة بتخليها نص برضو بالشكل ده. وبتلاقي ان الجهاز بقى سليم معك بشكل ملحوظ جدا لو احنا شايفين. ودي هتلاحظها لما انت تمسك الموبايل بايه دك وتجربه. اما الميزة اللي بعد كده وهي فرض الوضع الداكن زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا اللون الداكن ده بيخلي التطبيقات عندك كلها باللون الاسود حتى لو بعض التطبيقات مش بتدعم الوضع الداكن. يعني مسلا لو جينا دخلنا على الفيسبوك بالشكل ده. او الانستجرام هتلاقي ان الموبايل كله بقى باللون الاسود. لما بتفعل الوضع المظلم الاول. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لما بتحول الموبايل الوضع الداكن كده بتيجي عندي الفيسبوك هتلاقي انه هتحول معك باللون الاسود زي ما احنا شايفين بدون اي مشاكل. دي كانت المميزات اللي موجودة معنا النهاردة. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان وصل لكل جديد. ولو حاب تتفسر عن اي حاجة اكتب لنا في الكومنت واحنا ان شاء الله هنرد عليك اول باول. وخلينا نشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة